يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ورقم عشرة النهاردة هو عمر مرموش ابداع وتقلق وأشياء رائعة جدا تحدث في البونزليجة في الدولة الألمانية عمر مرموش يا جماعة النهاردة يتخطى مين في صدارة الهدفين؟ يتخطى هاريكين واحد من أعظم المهاجمين اللي مروا على التاريخ مرموش بيتخطاه النهاردة تقولي لسه في بداية الموسم والأمور بس المعدل بتاعه مرعب النهاردة مسجل ستة هدف وهاجيلك على أرقام مرموش وكلها أرقام مدهشة مرموش النهاردة فريقه وإنترخت فرانكفورت فاز على فريق هولنشتاين بنتيجة أربعة اتنين جولة الخمسة في الدولة الألمانية جاب ستة أهداف في خمس جولات معدل أكتر من هدف في المباراة الوحدة ده غير بقى المساهمات بتاعته النهاردة في الأربعة أهداف ليه هدفين سجلهم بنفسه وصنع هدفين يعني الأربعة بتوعه الأربعة مشاركت فيهم الأربعة مشاركت فيهم النهاردة مرموش أول لاعب في تاريخ إنترخت فرانكفورت يسجل ستة أهداف في أول خمس مباريات بالبونس ليكا طيب دي الأرقام بتاعته النهاردة تعالوا وريك بس الأول قايمة الهدفين في الدولة الألمانية وريك ترتيب عمر مرموش وسطمين اسماء كبيرة جدا ومراجمين رائعين جدا يلا بينا مرموش ستة أهداف هاركين نجم انجلترا وبارنيميونيخ خمس أهداف وبعد كده ديميرفيتش شتوتجارد سجل أربعة أهداف وكرامريتش هوفنهايم سجل أربعة أهداف واندف شتوتجارد مسجل أربعة أهداف وماشينه لعب هولشتاين مسجل أربعة أهداف هو في الصدارة ومصري في الصدارة مرموش لعبة ربا صح مش بتكلم عن الأمور الأخلاقية يعني هو أخلاقين طبعا أكيد تربا صح بس بتكلم كمان على تربا كورة صح تأسس صح وما تفهمش ليه ليه اللعيب اللي ما بيطلعش من الأهلي والزمالك بيكسر الدنيا في أوروبا فماش صلاح ما فيش أهلي وزمالك مرموش ما فيش أهلي وزمالك ليه تفتكر انت ليه عشان لعيبت الأهلي والزمالك دول وحشين لا عشان لعيب الأهلي والزمالك عايز يفضل في الأهلي والزمالك عجبات شعبية وعجبات جماهرية وعجبات دوشة اللي حواليه عجبال فلوس كتيرة برضو اللي بياخدها لكن اللعيبة دي اللي بتطلع بدري بدري مدقوش طعم الشهرة والمجد في أندية مصرية زي الأهلي والزمالك فيقولك ما أنا كده كده محصلة بعضها تم روح ألعب في أوروبا وتقلق وكسر الدنيا مرموش مدهش يا جماعة مدهش في موقع شهير اسمه سوفا سكور ده بيحط التقييمات لللاعبين في العالم كله في كل المباراة وكل الدوليات في العالم مرموش خد التقييم كام النهاردة في موقع سوفا سكور عشرة من عشرة عشرة من عشرة ده نادرا نادرا لما لقى بياخدها في العالم كله نادرا يعني بس الراجل مسجل هدفين وسانا هدفين التقييم هو على الشمال فوق عشرة هتلاقي بقى أعلى واحد معاه في الفرقة توتا 8.2 ده أعلى واحد يعني بعد عمر مرموش عشرة من عشرة